بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موضوعنا هو إزالة التلوث decontamination شون نقدر نزيل التلوث من الأشياء من الأسطح يعني surfaces أشياء نسميها objects أو من الانسجة الحية وصار عدكم الآن معلومة مع وباء الكوفيد ناينتين اللي هو مسبب من قبل فيروس نسميه SARS-CoV-2 من عائلة الكورونافيروس شفنا أنه تطلع لكلام شنو المعقمة تستخدمها للأسطح للأشياء للأغراض اللي تشتريها وشون تتعقم جلدك أنت جلدك هو الأنسجة الحية إما الأشياء الأسطح نسميه surfaces or objects يعني أشياء غير الحية فرح ندرج ويا دولة كتعريف لازم نفهم شنو معنى إزالة التلوث decontamination a process to remove contamination مين عملية إزالة التلوث decontamination renders an area, device, item or material safe to handle that is reasonably free from risk of disease transmission شنو المعنى؟ خلينا نترجم أنه decontamination renders يجعل راح يجعل الأسطح الأرياس المساحات الأجهزة المعدات device, items شاء معدات ساعة مش تريتها من واحد مصابه في كورونا شون تقدر تتعقمها وتخليها خالية وتطمئن reasonably عقليا أنه خالية or material أشياء أخرى safe to handle أمينة تقدر تنقلها تقتنيها زين that is reasonably free from a risk of a disease transmission أمين وتقدر تأخذ هاي الساعة يشتريتها من هذا المريض بالكورونا كنت عقمها بطريقة وما تخربها آه لا لحد شي زين إذن الإزالة التلوث راح يكون بمستويات مستوى نسميه التعقيم عقمها تقتل كل الجراثيم kill all types of micro organs من هذه الأشياء على الأشياء أو على الأسطح ومرة نسميها dis infection إزالة العدوى لا أخليها بسمي تأدي بعد مثل هاي الساعة اللي أريدها إزالة العدوى أو بمرحلة أسميها التطهير لامست لك واحد مصاب بكورونا شون تطهر إيدك نسميها antisepsis تعقم إيدك بعملية نسميها التطهير وتختلف عن sterilization sterilization الشيء غير الحي dis antisepsis الأشياء الحي اللي هي إيدك فلازم نميز فهذا راح تكون مستوى أقل من هذاك المستوى أخيرا أشياء توصخت بالديرت بالقضارة بلها تنظفها بعملية شي نسميها الكلينج إذن ال decontamination زالت التلوث بمستويات أعلى مستوى هو الesterilization أقل منه هو شنو disinfection antisepsis الأقل اللي هو ما راح يقضى على الجراتي فقط نظفها من الأوساخ نسميها الكلينج فخلنا أخذ كتعريف علمي الكل واحدة من ذول الآن شرحناها sterilization a process that destroys or eliminate all forms of microbial life from from a process that destroys or eliminates all forms of microbial life from an object or environment this includes highly resistant bacterial spore شنو هادا الكلام هي عملية a process that destroys or eliminate تحطم أو تزيل يعني قضاء كامل عليها من على كل أشكال الحياة الجرثومية all forms of microbial life كل أشكال الحياة الجرثومية فطريات بكترية فيروسات زين أوالي ديدان كلها from an object من الأشياء اللي انت تريد تعقمها اللي هي غير الحية أو الأسطح الenvironment البيئة مثل ما تشوفون دي طلعون يعقمون الشوارع الهادي زين هاي العملية لازم تضمن تقتل this includes highly resistant bacterial spore لازم تضمن أنه تقتل سبورات البكترية لأشياء أنه أنت في دراستك السابقة أو معلومة تجيك الآن أنه أكثر الجراثي مقاومة هي البكترية لما تشوف الظروف موزينة عليها شو تسوي تتحول من بكترية خضرية عصوية إلى سبورات إلى أشياء غير حية يعني أشياء خاملة تسميها dormant inactive تصيح لها bacterial spore هاي السبورات راح يكون مقاوم للحرارة للجفاف زين للأشياء كلش مقاومة فالعملية التعقيم الاستراليزيشن لازم تحطم أو الزيل ديسترويز أو إليمنات المستوى الثاني اللي هو راح يكون أقل منه منطقيا هي نسميه دسانفكشن دسانفكشن هي زالت شنو العدوى زالت هاي شون هاي العدوى زين زالت العدوى دسانفكشن إن الجراثيم المرضية ما قال كل أنواع الحياة لا الجراثيم المرضية ما عدا البكتريال سبورز إذا البكتريا يمسوا سبورات ما راح يقتله فقط يزيل الجراثيم المرضية في سبوراتهم راح تبقى هذا مستوى صار شنو أقل من السابق لأن السابق قتل كل أنواع الحياة الجرثومية بظهر منها البكتريال سبورز إذن أبروز دسانفكشن عيد أبروز دات إليمنات مني أو أرى باثوجين مايكرو أرغانيزم إكسبت بكتريال سبورز مني من الأشياء غير الحية أو الإنفارمنت اللي هيا نحوكد عليها نان living thing المستوى هذا ممكن يتم على الأشياء الحية فإذا على الأشياء لازم استخدم مادة أقل ضررا للأنسجة الحية فرح سمي العملية التطهير ما سمي إزالة العدوى التطهير التطهير هاي التطهير كتعريف أي طريقة ذات تنهبت تنهبت and multiplication of pathogen هاي الـ pathogenic microorganism أنا ممكن ما أزيل هنا بس أجوز أسوي لها شنو أثبت نموها أي عملية تسوي inhibit inhibit يثبت inhibit معناها شنو يثبت فهي any procedure any process that inhibit the growth نمو and multiplication يثبت نمو وتكاثر الـ pathogen البكترية المرضية فمن راح يثبت أو يثبت نمو وتكاثر الـ pathogen معناها شنو راح يسوي prevent and prevent infection وبالتالي يمنع الإصابة on skin or living تشو على أنسجة أو الجليد فالمواد اللي نستخدمها على الجليد نوعيتها أو تراكيزها تختلف ما على الأشياء غير الحية لازم نتعلم لأن نجي مثلا نجيب قاصر وتريد تستخدمها على الجليد لا خطر جدا زين ده يستخدموا تراكيز كلش قليل يجوز متنفع فنتجنب نستخدم الماء الصابون أفضل شي على الجليد الأشياء غير الحية نستخدم لها القاصر واضح؟ زين فهمنا نروح للمستوى الثالث إخذنا كلش قليل أو أنسسية المستوى الثالث هو التنظيف كليينيينج ريموفينغ أورغنينغ ماتيريال المواد الأضوية مثل والوصيخ والسائل أنسجة multiprofen الديم، الفيسز من الحيوانات بالحقل، بالأسطابل من الأشياء أو الأشياء من الأشياء أو البيئة هذا البيئة يجب أن نستخدم الواتر والماء والصابون أو التايت أو غيره ومرات نستخدم وياه الفريكشن ويمبوسيبول لفرك بيدك هذه هي الكلينج فهي أقل طريقة ما لها القدرة على إزالة الجراثيم أو المرضية أو غير المرضية لا، ستكون جدا ضعيفة نذهب على خلصنا هذاك سميناه Levels of Decontamination نحفظها Levels of Decontamination ثلاثة Sterilization, Disinfection, Cleaning نجح على Methods of Decontamination طرق إزالة التلوث ستكون عندي ثلاثة طرق طريقتان أساسيتان Methods of Decontamination ستكون طريقتين أساسيات الأولى نسميه Chemical نستخدم مواد كيمياوية مثل ما قلنا نستخدم القاصر على الأشياء غير الحية First Chemical والطريقة الثانية لإزالة التلوث هي Physical طرق الفيزيوية تتنوع بين ثلاثة أساسيات الأولى نسميها حرارة نضيف حرارة بالحرارة Autoclave رح ناخذ أبسط مثل أو الحرق محرقة رح ناخذ مثال Autoclave رح ناخذ المحرقة هذه نسميه Thermal حرارة يعني Heat Thermal معناها شنو؟ Heat حرارة أنا ده أسلط حرارة واضح؟ Thermal الطريقة الثانية Radiation ده أولد إشعاع مثل UV light اللي أخذناه وين؟ بالBio Safety Cabinet قلنا أكو بي UV light وعقمنا Chomber مالتنا من الداخل أو بالSurgical Room صالة العمليات يشغلون UV light حتى عقمون الأدوات والسطح مع العملية بعد إجراءها وقبلها طريقة الأخرى بالPhysical يعني قلنا الفيزيكال بها ثلاث فروع Thermal أو Heat Radiation ثلاثا نسميه Filtration ترشيح تجيب ورق ترشيح ترشع الأشياء فالي رايش وحلي عبر راح يكون معاقمه البكترية تنحجز هذا ممكن استخدمه للهواء أو للسوائل مثلا الهواء استخدمناه لشنو الHepa Filter إذا تذكروا بجهاز البايا سيفتي كابينت قلنا High Efficiency Particulate Air Filter ويعقمنا الهواء ويدفع هوا ناقيب داخل شنو البايا سيفتي كابينت وكذلك يطلع هوا معاقم إلى الخارج ما بيجرع فيه إذن Chemical Method و Physical Chemical بها أنواع راح نعرفها هسا Physical ثلاث أنواع حرارة Heat or Thermal Radiation إشعاع وثالثا Filtration نجي على ال Chemicals بها مجموعة كبيرة راح ناخذ فقط ال Chemicals اللي استخدمها ك Disinfectant زين لإزالة العدوى على الأشياء شنو Non living objects أشياء غير الحية على Environment ايضا ممكن استخدمها فشنو هي أدي مجامية كبيرة اللخصها بالآتي أذول بس اللي أريدك تحفظهم أنه عندي هالوجينات اللي هي متكونة من الأيودين والكلورين وغير أذول العناصر ونصرح لهم هالوجين ترجمة نانسي قنقر شكرا